حيكم الله مشاهدين ومتابعين إلى ما كنتم في الفقرة الطبية لحلقة اليوم سنتحدث فيها عن تأثير مشاهد العنف على النفس البشرية وما يحدث الآن في قطاع غزة وتفيض جميع وسائل الإعلام بالصور العنيفة سواء كانت الأخبار أم المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أم الصحف والمنشورات وغيرها ولعل أكثر هذه المصادر خطورة هي الصور والتسجيلات لأحداث حقيقية نظراً لقدرتها على بث الرعب في نفس المشاهد بصورة أكبر تماماً عند مشاهدة هذه المقاطع التي تحوي قسوة وأفعالاً همجية وإجرامية خصوصاً الوضع المأساوي في قطاع غزة فإن لذلك تأثير عظيم على النفس البشرية وسلوكها قد تتسبب بأمراض نفسية ربما يصعب علاجها للحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدنا الرحب معنا في الستوديو بالإخصائية النفسية دكتورة مجد فاخوري أهلاً وسهلاً فيك أهلاً وسهلاً أهلاً فيك دكتورة إذن بداية ما يمر به قطاع غزة من قصف عنيف ومستمر منذ بدء عملية طوفان الأقصى على قطاع غزة أكيد إنك تابعت الأحداث المأساوية التي حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي برأيك ما هو تأثير هذه المشاهد على المشاهدين؟ تأثيرها قوي جداً وصخب إحنا بالعادي من قول وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خاصة إن كانت مرئية ومسموعة لها تأثير ذو حدين ممكن يكون إلها جانب إيجابي بإني أنا أعرف شو عم بيصير بالعالم أتثقف أكتسب تباع وعدات بلدان أمم شعوب وبنفس الوقت ممكن يكون إلها تأثير سلبي خاصة تلك المشاهد اللي بتحتوي على مقاطع دامية مقاطع عنيفة مقاطع فيها جرائم وبالأخص مقاطع تخص الأطفال لها وقع وأثر نفسي صعب جداً على النفس البشرية شيء غير مقبول أبداً تماماً طب ستة يعني كلنا ما نتفرج فيه ناس بيتأثروا فيه ناس ما بيتأثروا ما هي العوامل اللي بتخلي بعض الأشخاص أو بتجعل بعض الأشخاص أكتر عرضة للتأثير النفسي السلبي مقارنة بالآخرين صحيح كل شخص عنده القدر كافي من المنع النفسية من المقاومة ضد الأشياء اللي عم بيشوفها ضد الأخبار اللي عم بيشوفها صحته النفسية قوية جداً ولكن نوصل لمرحلة هناك أحداث مرعبة مستحيل إنسان يمرؤ عليها أو يشوهدها أو يشوفها وما تأثر فيه نفسياً بعض الأشخاص التأثير النفسي يذهب معهم إلى الاضطراب النفسي ومشاكل نفسية بتأثر فيهم على المدى البعيد ولكن بعض الأشخاص ممكن أنهم فترة معينة وبيمرؤوا منها خاصة إن كان هناك بعض المهارات والأساليب اللي متعودين عليها بأنهم يفرغوا الطاقة السلبية اللي داخلهم بتأثر على الجميع ولكن بمقدار معين بحسب مثل ما قلت أول شيء المنعة النفسية عند كل شخص بتابح هذه الأخبار إذن دكتورة يقول العديد من الخبراء النفسيين أن مشاهدة المشاهد الدموية والعنف وما يحدث في قطاع غزة قد تؤدي بالشخص إلى إيذاء نفسي هل ذلك صحيحة؟ ما رأيك بخصوص هذا الحظ؟ أحياناً إذا أنا عم بحضر مشاهد وشفت مشاهد جداً بتأثر على دماغي على جهازي الفيسيولوجي بحاول بدي أحضر كمان بصير في عندي حافز أني وفضول أني بدي أشاهد مقاطع أخرى بدي أوصل لمرحلة شكله في مشهد رح يكون غير عن اللي اعتدت عليه أو شفته من قبل فهذا بطبيعته بحد ذاته ممكن يدخلني بمتاهة أنه أنا بدي قدر أكبر من العنف والمشاهد الأليمة ممكن يدخلني لعتبة من الاحتمال والقدرة على الضبط النفس أتعداها أصير بدي أكتر بدي أتابع أكتر بدي أشوف أكتر بدي أسمع أكتر الصخب الموجود بهذه المشاهد الأصوات نحن نسميها الساوند أفكتس والمشاهد بحد ذاتها تتخزن عنا بمنطقة بالدماغي اسمها أميكدالا أو منطقة اللوزة هذه المنطقة تأخذ صور وبتخزن معها عاطفة وشعور ما بتخزن الصورة مجردة فبتلاقينا بعد فترة بصير يظهر علينا أعراض احنا مش حسين فيها ليه؟ لأنني أنا حضرت أكتر ودخلت لعمق أكبر من اللي أنا ممكن أحتمله وأنا مش حاسس بحالي بشكل لا إرادي أنا بدي أحضر كمان فهون أنا بدخل للأذية النفسية نعم مش قادر أنام مش قادر أدخل أروع على دوامي لأنه المشاهد موجودة بداخلي وليس قادر أدخلص منها حياته الروتينية طبيعية نعم بتأثر على الحياة الروتينية بشكل عام بتأثر على نومي وعلى صحتي الجسدية بشكل خاص أثوحنا نتكلم على الكبار يعني بشكل عام نعم في اللوني نتكلم عن الأطفال يعني الموجودين في غزة واللي بره غزة أيضا من أطفال أنا اللي بيكونوا موجودين معانا ونحن فتحنا الأخبار يعني طوال اليوم أكيد إلا ما يمرق بيشوف مشهد ولا مشهدين مشهد عنف كيف يمكن أن تؤثر إذن هذه المشاهد على الأطفال؟ الأطفال هم الحلقة الأضعف بكل اللي عم بيصير هم أشخاص لا حول لهم ولا قوة مش قادر لا قادر يهرب ولا قادر يعبر عن اللي جواته بشكل صريح مشاعرهم لخبطة جدا اللي بالحدث بحد ذاته هم بحالة يصعب شرحها أصلا مش قادرين إحنا نوصفها لأنه إحنا مش جوات الحدث ولكن إحنا بنشاهد الألم والمشاعر النفسية المخيفة لألهم اللي عم بحضر وعم بيشاهد من الأطفال ما عندهم القدرة الكافية أنه يميز بيقول هذا الحدث بأسر على صحتي ولا لا مش قادر هو بالنسبة إله فيه فضوله أنا بدي أحضر أكتر إحنا بنعرف بوسائل الإعلام لما بيكون في مشهد بحطوا لك لا يسمح لمشاهدته تحت عمر الثمنتعش أو تحت عمر الثلاث سنين أو تحت عمر الثناش بيكون فيه كاتيجوري معينة لهذا الفيديو مش لازم يحضروا هذا الطفل بس حاليا التلفزيون شغال بغرفة الجلوس بالمنسل فالأطفال مضطرين إنهم عم بيحضروا عم بيشاهدوا مشاهد فعليا بتأثر عليهم نفسيا مش بالوقت الحالي فقط ولكن بتأثر عليهم على المدى البعيد أذكر في حرب الخليج وأذكر في حروب إيران والعراق بوقت كتير قديم كانوا أهلي حطوا هذا التلفزيون وكنت عنا بحضر بشاهد وأنا كنت محب أحضر الأخبار كتير لغاية الآن هناك مشاهد لا أستطيع محوها من ذاكرتي وسببت إلي بوقت من الأوقات كوابيس لم أستطع النوم منها فبتأثر بشدة على الجهاز العصبي على الجهاز الهضمي بتأثر على كيف الطفل يريد أن يعبر عن مشاعره لا أستطيع أن يوصف ما الذي يشعره هناك بعض الإضطرابات ممكن أن تصاحب الأطفال نتيجة هذه المشاهد واحدة منهم إضطراب الهلع تصاحب الأطفال تصاحب الأطفال من أي موقف من أي صوت يمكن أن يسمعه من أي قصة يسمعها أو أي خبر يستطيع أن يأخذ نفس ويستطيع أن تأخذ نوبة الهلع نعم نوبة الهلع وأيضاً هناك إضطراب يختص بالأطفال ويختص بالبالغين يسمى إضطراب كرب مع بعض الصدمة يمكن أن لا يظهر في الحظة الحالية كرب كرب ينصب فيه الطفل يتبين أعراضه أحياناً بعد ستة أشهر وأحياناً بعد سنة وأحياناً بعد ذلك فإحنا كأهل كتير مهم أن ننتبه لهذا الموضوع الطفل لا حول له ولا قوة اللي قدامه رح يحضره إذا ما تدخل حتى بيركز مع عداد الشهداء شفت أطفال بيعدوا بيعدوا كم شهداء ماما وصلوا هيك وصلوا هيك نعم بيعدوا يحفظوا بيحفظوا خاصة الخبر مبارح وهو الأطفال اللي بالحاضنة بالنسبة لهم هذا شيء مؤلم صحيح خدج تقريباً 39 نظرة نعم طيب دكتورة أنت تحدثت عن خطورة المشاهد الدموية على الأطفال في هذا السن طيب إذا كان الأهل مشوعي لأن طفلهم فعلاً يتأثر من هذه المشاهد كيف ممكن يحصل للأطفال إذا لم يعني الأهل يمن ينتبهوا على أي شيء لازم الأهل يميزوا بين أنه أنا كبالغ بقدر أني أوقف التلفزيون بقدر أني أنقي أو أختار إيش بحضر أو ما بحضر والطفل قلنا قبل شوية لا حول له ولا قوة فأنا المسؤول عن حمايته عصبياً مسؤول عن حمايته نفسياً بدي أختار الوقت المناسب حتى أشاهد الأخبار نحن لا نمنع الناس أنها تشاهد الأخبار بالعكس هذا جزء من إتضامنا مع الشعب الفلسطيني أنه أنا بدي أعرف شو عم بيسير ويكون إلي موقف واضح تجاه ما يحصل ولكن بدي أختار الوقت المناسب بأن أطفالي ما يشاهدوا معي أنا بقدر كأهل أني أوصف لهم إيش عم بيسير ضمن إطار ما يربط الصورة بالحدث وتظل الصورة مخزنة جواته أنا بقدر أني أخذ موقف وأشرح لأولادي الموقف اللي أنا ما أخذه تجاه القضية اللي عم بتسير حالياً والعدوان اللي عم بيسير على غزة أنا بقدر أشرح لأولادي إنه اللي عم بيسير على غزة هذا لا ينطبق على كل العالم يعني مش مش شرط إنه يصير معك طفل موجود بالأردن مثلاً أو موجود باليمن أو موجود هذا غير لا يعمم زي ما منقول إيش يعني أنا بدي أحاول أفرغ الطاقة السلبية الموجودة عند أطفالي بشتى الأنشطة والوسائل ففي أنشطة أنا بقدر أستغلها وأساهم فيها مع أطفالي حتى أفرغ الأشياء اللي حضرها واللي سمعها واللي شاهدها واللي اختبرها الفترة الماضية من خلال ما يعرض على شاشة التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي حب أعرف منك هذه الأنشطة والاستراتيجية تريم كون بتساعدنا على تحسين الحالة الناسية نعم أول شي قلنا بدنا نحدد وقت لأحل لحضور لمتابعة الأخبار نعم لمتابعة الأخبار وأراقب أطفالي ثانياً إيش بيحضروا على وسائل التواصل الاجتماعي لأن وسائل التواصل الاجتماعي هلأ متاحة عند الكل على هواتفهم فأنا بدي أعرف شو عم بحضروا أطفالي لوين واصل معهم الأمور ثالث اشي بدي أحاول قولت قبل شوي أفرغ اللي حضروا واللي شاهدوا واللي سمعوا من خلال أنشطة بتساهم قدر الإمكان بإنها هاي الطاقة السلبية الموجودة تستبدل بطاقة إيجابية أنشطة فكرية أدبية علمية أنشطة فنية أنشطة فنية بالجانب الأول الفنية وهناك ناس مغلوطة بتاخد فكرة مغلوطة أنه أنا لازم أكون شاطر بالرسم عشان أشارك بأنشطة فنية لا مش هيك أنا بقدر أفرغ وأستخدم الألوان بصورة تلقائية وبصورة عشوائية حتى أفرغ الطاقة وأعبر عما يخالجني من مشاعر بطريقة ما عليها قيود فأنا بهاي الطريقة أفرغ وبحرر نفسي من هاي المشاعر بطريقة ما حدا بيقدر أنه يقرر عني ولا حدا بيقدر أنه يحاكمني باللي أنا رسمته ثاني شيء الموسيقى الموسيقى جانب مهم جدا بتلوق بتعطي البني آدم طاقة إيجابية مهمة جدا ثالث شيء زي ما تفضلت الأنشطة الحركية الرياضة ممارسة الرياضة لعمر الأطفال مهم لشتى المجلات مش فقط للحالة النفسية فهي مهمة جدا بدل ما أقضي وقت مع أبنائي فقط بمشاهدة التلفاز بأخد معهم وقت حتى أمارس نشاط رياضي خارج المنزل غير هيك أنا بدي أشرح لأولادي العالم فيه ألمات فيه حروب فيه أشياء مؤلمة جدا ولكن هناك عدل ربنا عادل شو ما نسميها القدرة الإلهية عادلة فهون بقدر أنا أربط ابني بالوازع الديني بالصلاة بأنه أنا إحنا من ندعي لهم إحنا اللي منقدر نعمله أنه نمارس الدعاء لإلهام والصلاة ليس فقط بالدعاء والصلاة أيضا في التبرع ممكن أني أوجه أطفالي أنا حتى أساهم بأنه الأشياء اللي عم بتصير بيغزة أني أساهم نوعا ما بمساعدتها دول الأطفال اللي نشعر أنهم إخوتنا بالإنسانية بقدر من مصروفي أنا أخذ مبلغ معين وأتبرع في غذاء ودفء وشرب ودواء هذول الأطفال الوضع ليس بالسهل هاي حرب على الإنسانية فإحنا قد ما منقدر كأهل كأولياء أمور من نحافظ على صحة أطفالنا النفسية قدر الإمكان بدنا نحاول نشرح لهم موضوع اللي عم بيصير بطريقتنا دون أي تأثير نفسي وأي جانب بكرة أو على الصعيد الزمني بعد شوي إحنا نحاول نتغلب بأننا نعالجه الإضطرابات النفسية مش إضطرابات سهلة ناخد جهد ووقت ومبلغ مادي حتى أني أنا أعالج أطفالي منه فإحنا بغينا عنه نحاول أدمام نقدر نحمي أطفالنا منه تماما تماما محتاج تكاتف الجميع أكيد نعم بلجملة ليكونوا واعيين لأهمية مساعدة أبنائهم على أن يكونوا حال نحاول الأنسية السيئة بنتعف إذا ما تكبرنا من البداية بنتأثر التغذية ممكن الغذاء أن يساعدنا على تجاوز هذه الملحة في ناس كثير من نسمعهم بيقول أنا ما ليش نفسه أكل ما ليش نفسه أشرب صحيح الغذاء الصحي احنا ما منحكي الغذاء بالكترة ولا بالكمية احنا منحكي العناصر الأساسية مهمة جدا من كربوهايدرات من بروتينات من فواكه من خضار هاي من أحماض هاي ما لها دخل بالكترة هاي لها نوعية بالقصد الموجود نوعية نعم إذا أنا ما عندي خلق أني أكل ونفسي تعباني كشخص واعي بقدر أني أخذ كميات قليلة ولكن متنوعة بهاي الحالة أنا بغذي صحتي الفيسيولوجية بغذي صحتي الجسدية وبنفس الوقت أنا نوعا ما ما تقلت على حالي فالعناصر المتنوعة مهمة جدا وليس بالكثرة زي ما منقول تماما إذن شكرا جزيلا لك الأخصائية تفسية مجد فخوري على كل هذه التفاصيل والمعلومات أهلا بكم ياطيك المعافية الله يعافيكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر